بعتبر أن أول مخلوق على وجه الأرض أتعامل مع المخلوقات الفضائية لمست مخلوق فضائي نعم تجزم أكيد ما في شك ما في شكو أكيد وليس جزم تتكلم بهذه الثقة وأنا أحترم هذا الموضوع ولكن هل في عندك أي دليل يثبت كلام جلال علام نعم شو عندك لقد عصرته على أصار أقدام المخلوقات الفضائية من خلال رحلاتي في البحث عنهم وهذا الأثر قمت وينفرجين عليه عندك لأثر أقدام أقدام مخلوقات الفضائية وجدته على الطام فحاولت أن أنسخ منه نسخة هذا شو بالزبط أثار أثار القدم بتاعت المخلوقات الفضائية شو عرفك أنه قدم لأنه في المكان في المكان اللي هم هبطوا فيه فين؟ في مصر في مصر في قرية الدويدة في زازي في شرق القرية قرية الدويدة هل في عندك أثباتات أخرى أيضا تؤكد أنه مخلوق فضائية؟ أنا عم تحكي بكل ثقة كثيرة جدا مثلا مثال بعتبر أن أول مخلوق على وجه الأرض أتعامل مع المخلوقات الفضائية نعم أعلم أن المخلوقات الفضائية لغتهم غير لغة أهل الأرض جميعا كلمت معهم؟ توصلت معهم؟ من خلال لا أنا توصلت معهم عن طريق الرسم ردوا علي وكتبوا لي اللغة بتاعتهم على جزعة الشجرة واللغة دي غير معروفة على وجه الأرض لهي عربية أو انجليزية أو عبرية أو ألمانية أو فرنسية أو يابانية وهذه اللغة يعجز أي من البشر عن تفسير هذه اللغة وتم اتشارت عرضت على أخصاصيين عرضت على أخصاصيين فشلوا في تفسيرها وأقولها بنبرة حازمة عم بتحكي وأقولها وأنا متأكد من ذلك جلال مخلوقات الفضائية أنت شفتها بأي ظروف شفتها المخلوق الفضائي طوله من حوالي 60 ل 75 سنتيمتر بشرتهم خضراء اللون ليس لهم فرط رأس كمثل الإنسان ليس لهم مناطق سمع كمثل الإنسان لهم عينين اتنين العين دي تختلف عن عين التانية أنت شفت ده آه شفتوا متأكد من هذا الكلام عمال أنا بوصفه كأنه ممكن أوصفها كنت قدامي وقتها لمستهم شو لمسلت لي لمستهم آه لمستهم لمست شو شو لمست لمست سريع لمستوا كده شو حسيت لأ ما قلت لحضرتك في الأول أن رأسه يعني ملساء لا فر وطراء شعر في رأسهم نعم أنت كم مرة شفتوا كم مرة شفتوا كل مرة نفس الشكل أشكال تتغيّع لا هو يعني مثلا ما هو كل مناطق كل منطقة في العالم تختص بنزول شيء معين طبق معين وممكن من خلال تقدمهم العلمي وتقدم التوكلونيجي ممكن اللي أنا اكتشفت أنهما فيه عندهم تقدم سريع جدا أو تقدم بيسبق البشرية بملايين السنين الضوية أنهما لما يكونوا على سطح الأرض ويصعدوا إلى الغلف الجوي بيصعدوا في أقل من سنتين اتنين وليس بطريقة مستقيمة كمثل الطائرات أو السواريخ زكر أو أنسة لا لا أنا باهتم إذا كان هو هو جنسيت وزكر أو أنسة أنا باهتم بالشكل العام بتاعه دكتور أول شي رجعنا وأنا بالخطأ العلمي اليوم قال هني بيسبقونا بلايين سنين ضوئية عم بيحكي بزمن أنا بقول المسان الضوئية هي مسافة عم نرجع على النقطة ذاتة أوقات كثير خصوص الأليينز عن جديد فيهم شي من العلم بقى مستعمل العلم أنه مش مثل الشبح الشبح مش علمي فاليوم السنين ضوئية هي مسافة مننا زمن ما فينا نرتكز على هيك معلومات أوقات شبه علمية تنقول أنه شغلة نعم شكرا دكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر